اهلا بكم مجددا اعلنت السلطات الهولندية اليوم انها القت القبض على سعيد شعو تاجر المخدرات المعروف من اصل المغربي والمقيم بهولندا وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد اكد في وقت سابق اجراء اتصالات الاسبوع المنصر بين السلطات المغربية والهولندية والتي تمحورت حول ممارسات هذا الشخص واشار الى ان هذا المهرب المعروف كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين اصدرتها في حقه العدالة المغربية لتكوينه عصابة اجرامية منذ 2010 والتهريب الدولي للمخدرات منذ العام 2015 للتعليق على هذا الموضوع معنا هنا في الستوديو الدكتور محمد بن حمو مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية اهلا بك استاذ الكريم اهلا وسلم يوسف طيب كيف تبعتم مجمل هذه التطورات وهل توقعتم كمتابع ان تستجيب السلطات الهولندية للطالب المغربي بهذه الصرعة اعتقد انه كان منطقيا ان تستجيب السلطات الهولندية لطالب المغربي اكيد ان كانت هناك بعض البوادر على ان الامر قد يتعطر الى حد ما ولكن لم يكن ليبقى خارج الاستجابة الايجابية لطالب المغرب لأسباب عدة اولا منذ شهور والمغرب يقدم طلب في هذا الاتجاه وقد عززه بكل ما يستوجب من الحجج ومن الوقائع وكذلك من المعطيات التي تؤكد تورط هذا الشخص في ما ينسب اليه من جرم في الاتجار بالمخدرات ثم كان هناك عمل دؤوب في هذا الاتجاه اضف الى ذلك بان تربط المغرب بهولندا اتفاقية للتعاون القضائي وهذه الاتفاقية تنص صراحة على ان يتم هذا التعاون بالشكل الذي يضمن مواجهة مثل هذه الجرائم وكذلك تسهيل العمليات في الاتجاهين فبالتالي المغرب هو من جهة اشتغل في ظل اتفاقية التعاون اشتغل كذلك في ظل مواجهة مكافحة المخدرات والجريمة الدولية العابرة للحدود وكذلك انطلق من ما توفر ومتوفر لديه من معطيات بالنسبة له تدين الشخص المتورط في هذه العمليات ثم هناك اضافة الى ما تقدمت به السلطات القضائية المغربية هناك مذكرتين صادرتين عن الانتربول فبالتالي مذكرتين البحث صادرتين عن الانتربول والانتربول في هاتين المذكرتين مذكرتين البحث الهدف منها هو القبض على هذا الشخص ووضعه رهن اشارة الخضاء المغربي طيب قلتم بان الموقف والقرار الهولندي كان منطقيا لكن السلطات الهولندية في البداية ونتذكر قبل اسبوع وصفت الطلب المغربي بانه غير مفهوم لكن يبدو ان الحجج والمعلومات التي تقدم بها المغرب لسلطات الهولندية حول ممارسة سعيد شعور بما كانت واضحة دقيقة ومقنعة اعتقد بان كل المعطيات منذ البداية كانت واضحة قد يكون هناك سوء تقدير لدى السلطات الهولندية او قد يكون كذلك هناك ضغوط ما على هذه السلطات جعلتها لا تبادر بالاستجابة لهذا الطلب في حين ان الموقف الواضح والصارم للمغرب وكذلك ما قدمه المغرب اكيد من معطيات اضافية لا يمكن ضحضها اطلاقا من طرف السلطات الهولندية وما قدمه المغرب كذلك من حجج اعتقد بان السلطات الهولندية لم يكن لها من خيار اخر سوى ان تلتزم من جهة باتفاقية تعاون ومن جهة اخرى ان تستجيب لطلب المغرب لانه مبني على حجج دامغة ولانه كذلك مبني على مصطرة احترمت في جميع محطاتها ووفق الاتفاقية التي تربط بين البلدين من جهة ووفق كذلك مذكرتي البحث الصادرتين عن الانترابول فبالتالي كان هذا الجواب وهذا رد الفعل بهذه السرعة ضروري بالنسبة للحكومة الهولندية وإلا كان الاستمرار في الرفض سيدخل العلاقات المغربية لماذا لو انعنت او قررت السلطات الهولندية عدم الاستجابة لطلب المغربي كيف كان سينعكس ذلك على العلاقات ما بين البلدين والتعاون في مجالات مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة اعتقد بان تأخر سلطات الهولندية في الاستجابة لطلب المغرب يعني بدأت بوادر رد فعل المغربي واضحة فاستدعاء السفير المغربي للاستشارة السفير المغربي وسفير جلالة ملك بالمملكة الهولندية للاستشارة هو في العرف الديبلوماسي يعني مؤشر على ان العلاقات ليست في حالتها الطبيعية وانها دخلت في مرحلة او في درجة اولى من التعزم فبالتالي هي اشارة واضحة للسلطات الهولندية فهمت من خلالها بانها يعني ستليها اشارات اخرى وستليها كذلك يعني قرارات اخرى ثم كان هناك كذلك يعني امر واضح من طرف السلطات المغربية بان ما تتوفر عليه وما قدمته وهذا ما اعلنت عليه السلطات المغربية بانها يعني اعطت الجانب الهولندي مختلف يعني التقارير وخاصة مختلف الحجج ومختلف يعني ما يتبت ما تطلبه منها في ما يرتبط بوضع هذا الشخص رهن اشارتها ثم هناك اتفاقية وقعت وهذه الاتفاقية تشير يعني سواء بالنسبة للاتفاقية القضائية لسنة 2010 التي يعني دخلت حيزة تنفيذ سنة 2013 او في مختلف فوصولها وفي يعني جميع المحطات التي تناولتها يعني المواد هذه الاتفاقية مواد 32 من هذه الاتفاقية يعني تشير الى مختلف المحطات بما في ذلك يعني تسليم المجرمين المشتبه بهم اكيد بان ما يمكن الاشارة اليه هنا بان المغرب هو يؤكد بالاساس اولا على الجانب يعني الاجرامي يعني بنشاط المخدرات لهذا الشخص ولكن يعني هناك كذلك يعني جوانب اخرى ونلاحظ بان هنا يعني ينبغي ربما انه الفصل بين الجانبين قد تكون السلطات الهولندية يعني في قراءة خاصة بالنسبة لها قد رأت بان او سعت في من خلال الاتفاقية ان تصنفها في خانة خارج الخانة التي هي خانتها الاصلية باعتبارها يعني بين قوسين جرم سياسي ولكن اعتقد بانها في النهاية اقتنعت بان الامر باننا امام جريمة يعني جريمة تهريب مخدرات على المستوى الدولي في نفس الايطار قرار السلطات الهولندية تسليم سعيد شعولي المغرب الى اي مدى يعكس اعتراف وثقة في نزاهة ومصدقية العدلة المغربية هذا الاعتراف بنزاهة القضاء المغربي وهذا الاعتراف كذلك يعني بما يمكن ان يمنحه هذا القضاء من انضامنات كان منذ التوقيع على الاتفاقية القضائية وبالتالي يعني الاستمرار فيه الآن هو مؤشر على ان هولندا تسير في اتجاه الابقاء والحفاظ على هذا التعاون المتميز مع المغرب وتسير في اتجاه كذلك يعني نزع كل ما يمكنه ان يشوش على هذا التعاون اكيد بان السلطات الهولندية لها ثقة في القضاء المغربي بان يعني يقوم او يتخذ التدابير اللازمة وفق الخوانين المطبقة دون ان يكون هناك يعني اي شطط او اي تجاوز او اي يعني محكمة غير عادلة لهذا الشخص بالتالي فعلا هناك ثقة في القضاء المغربي هناك ثقة في سلطة الدولة المغربية وهناك خاصة يعني ثقة في ضرورة بناء المستقبل المشترك في وضع يعرف تنامي كبير للجريمة الدولية العابرة للحدود ولاحظنا بانه يعني في السنوات الاخيرة ظهر بشكل جلي بان الجريمة الدولية العابرة للحدود سواء منها تهريب وخاصة تهريب الدولي للمخدرات وتهريب الاسلحة تدخل في تناسق وتناغم كبير مع ظاهرة الارهاب وتكتات ايضا من عدم او غياب التنصيق او التقصير في التنصيق ما بين الدول المعنية كيف تتوقعون أستاذ بن حمو أن تزري أطوار محاكمة سعيد شعو في المغرب أعتقد بأن المغرب ينتظر لمدة سبع سنوات أن يمتل هذا الشخص أمام قضائه وأنه منذ سبع سنوات وهذا الشخص يفر في وجه العدلة هناك العديد من المعطيات المتوفرة لدى القضاء سيواجه بكل المنسوب إليه سيواجه بالحجج ويواجه كذلك بمختلف المعطيات ويواجه بالشهود وكذلك الأضناء الذين كانوا معه في هذه العمليات وأكيد بأن المرحلة القادمة ينبغي انتظار أطوارها ولا محالة بأنها ستكون محطة أساسية سيتم لا محالة فيها الفصل بين وجهين لهذا الشخص وجه المهرب الدولي للمخدرات الذي حاول أن يلبس لباسا آخر وحاول أن يخلق وضعا ربما يحتمي به ويعطي لنفسه هوية خارجا هذه نقطة مهمة حسابات هذا الشخص يبدو أنها كانت خاطئة وهذه نقطة مهمة طرحتها أستاذ بن حمو يبدو أن احتماء البعض والاستقواء بالخارج أو الاستقواء بجنسية دولة أجنبية أو دولة غربية لم تعود مجدية وأن الدول الأوروبية والحكومات الأوروبية باتت تفضل التعاون مع المغرب وعدم التشويش عليه وهو المشهود له بكفاءته المشهود بكفاءته في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وبأنه أضحى مدرسة استخباراتية مشهود لها بشهادة هذه الدول نفسها فعلا المغرب يعتبر نموذجا في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود المغرب يعتبر كذلك فاعلا أساسيا في مواجهة مختلف أنواع الجريمة الدولية ولما يلعبه المغرب من دور في هذا الجانب يعني إنعكاس وتداعية إيجابية كبيرة على الطرف الأوروبية فنحن نعيش في منطقات تعرف حالة عدم استقرار وتعرف تقلبات جيوسياسية كبيرة وتعرف حضورا كبيرا للعديد من الآفات والعديد كذلك من أوجه الجريمة العابرة للحدود المخضرات الأسلحة الهجراء الشرعية أدف إلى ذلك الإرهاب فبالتالي المغرب هو رقم أساسي في كل المعادلات الأمنية في المنطقة وجنب دول أوروبية هجمات إرهابية فعلا وشريك أساسي بالنسبة للدول الأوروبية وغيرها والمغرب انخرط بشكل جدي في هذا التعاون فبالتالي لم يكن مفهوما أن تكون لهولندا مواقف غير الموقف الذي انتهت عنده وهو أن تسلم شخص مطلوب للعدالة وهذا الشخص هو مطلوب وفقه كما سبق أن ذكرت ما يأخذ عليه من منسوب إليه وهو مادي ومحدد وكذلك بمساطر واضحة يعني المشكلة القانوني صرف ولا علاقة له بأي محاولة لباسه أي لبو سياسي أو غيرها لا يحتمل أن يلبس أي لباس آخر نحن أمام حالة للتهريب الدولي للمخدرات ونحن أمام حالة مهرب دولي للمخدرات حاول أن ينغمس في أشياء أخرى هذا موضوع آخر ولكن الموضوع الأساسي هو هذه الصفة التي سيتابع وهذا المنسوب إليه الذي سيتابع به حاول أن يخلق أوضاع أخرى من خلال التمويل للحراك ومن خلال السعي لأن ينفو تسموما كثيرا كثيرا في المنطقة من خلال استغلال بعض الأساليب لتشويش على بعض المطالب الاجتماعية ومن خلال محاولة الركوب على مطالب اقتصادية واجتماعية لمواطنين مغاربة ربما أنهم فيما يطالبونه لا علاقة لهم بهذا الشخص وبالتالي نحن أمام حالة محددة أكيد أن هذا الشخص حاول أن يدوبها في مياه أخرى حسابته كانت خاطئة حسابته خاطئة أستاذ محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات